هذا وتعد رؤية السعودية عشرين ثلاثين نقطة تحول عالمية في تاريخ المملكة العربية السعودية هذه الرؤية الطموحة بما تحمله من مشاريع ومبادرات رائدة قابلها العالم بالإعجاب والإشادة خصوصا مشروع مدينة نيوم الذكية التي نستعرض تفاصيلها مع الزميل عبد الرحمن المدفع انطلقت رؤية الوعد كما أطلق عليها أو رؤية المملكة العربية السعودية الفين وثلاثين انطلقت بإرادة قادتها وعزم أبنائها لتحقيق أهداف المملكة في التنمية المجتمعية وتطوير الاقتصاد انطلقت تسابق الزمن وترسم الغدى المشرق في نقطة تحول عالمية تتضمن إطلاق أكبر صندوق استثماري بقيمة تتجاوز مئتي تريليون دولار أمريكي وصفها العالم بأنها الخطة التنموية الأكثر جرأة والأكثر شمولا في تاريخ السعودية اعتمدت رؤية الفين وثلاثين على ثلاثة محاور رئيسة مجتمع حيوي هو محورها الأول بما يتضمن الاهتمام بالحجاج والمعتمرين عبر تمكين ما يزيد على ثلاثين مليون مسلم من أداء الحج والعمر سنويا بحلول عام الفين وثلاثين اقتصاد مزدهر هو المحور الثاني والذي يتضمن رفع حجم الاقتصاد وريادة الأعمال وتخفيض نسبة البطالة ورفع نسبة مشاركة المرأة وسيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من مائة وثلاثة وستين مليارا إلى تريليون ريال سنويا والمحور الثالث للرؤية هو وطن طموح حيث لم تغفل الرؤية عن الإنسان السعودي الذي هو عماد أي تقدم وازدهار مع كل عنوان عريض في رؤية المملكة الفين وثلاثين ينطوي بدوره على ما لا يمكن حصره من مشاريع ومبادرات بدأ المواطنون والمراقبون في تلمس تحقيقها على أرض الواقع من بين تلك المشاريع مدينة نيوم الذكية التي وفي أقل من عشر سنوات ستسطر تاريخا ومستقبلا جديدا للمعيشة في المملكة بل في العالم أجمع حيث سيتمثل المستقبل في نيوم كما لم نراه من قبل أو ربما كما نراه في بعض أفلام الخيال العلمي رعيت في تصاميم هذا المشروع الأول من نوعه عالميا قوانين المستقبل وأدواته بالإضافة إلى تفعيل الآلات الذكية والذكاء الاصطناعي في كل مناحيه ما يميز المدينة كذلك الموقع الاستراتيجي فنيوم تبعد ثماني ساعات كحد أقصى عن سبعين بالمائة من سكان الكرة الأرضية في موقع يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا الثلاث ببعضها حيث يقع المشروع على أرض مساحتها تفوق 26 ألف كيلومتر مربع ويمتد إلى أراض أردنية ومصرية وتمر بالقرب منه 10% من تجارة العالم ما يزيد من أهمية الموقع الجغرافي المميز المشروع الذي من المقرر أن تنتهي مرحلته الأولى عام 2025 سيكون مكانا يجمع أفضل العقول والشركات معا لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات ويتفوق على مدن عالمية كبرى من حيث القدرة على المنافسة ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة مدينة الحالمين نيوم هي صورة مصغرة لما ينتظر الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من مستقبل زاهر فبالعزم والحكمة تتلاشى حواجز التحديات لنرى المستحيل واقعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة